لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من إسطنبول المحلل السياسي العميدة أحمد رحال سعادة العميدة أهلا بك ما هي قراءتكم لدعوة النظام السوري إلى إنشاء فيلق متطوعين للحرب في حلب؟ أولا بداية دعنا نكون أمام أمر واقع يقول أن كل ما تنشره أو ما تتحدثت عنه سمن تباور في مجلس الأمن أو ما تحدثت عنه منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الدولية وكل ما وصل إلى مسؤولي الغرب لن يكون أكثر من عشر الحقيقة التي سيشهدها العالم عندما يسقط هذا النظام وتتكشف الحقائق والفظائع والجرائم والمجازر التي ارتكبتها روسيا وارتكبها نظام الأسد وارتكبها النظام الملالي طهران في سوريا وكل توابعه من الميليشيات الطائفية أما عن موضوع حلب ما يحدث الآن فأعتقد أن هناك جرائم تحصل بحق المدينة هناك عملية إبادة جماعية هناك عملية تدمير ممنهج لكل أحياء مدينة حلب المحاصرات 350 ألف مواطن أمام روسيا وأمام الطيران الأسدي هم رهائم داخل المنطقة الشرقية يقصفون بكل أنواع الأسلحة يستخدم عليهم كل أنواع الدمار استخدم الأسلحة الكيميائية أربع مرات كان أخرها مساء الأمس في القاطرجي وحي الميسر نحن أمام واقع ميداني يقول عطلت المشافي دمرت المدارس دمرت مركز دفاع المدني أكثر ما يؤلم أن لدينا شهادات تحت الألقاط لا نستطيع خراجهم حتى الآن لكن عميد أحمد بما تفسرون موقف الغرب من التطورات في سوريا والتي تقف عند حد الإدانة والشجب فقط يعني واضح أن المجتمع الدولي يكتفي بأن يكون شاهد عيام فقط لا غير وكالث أعلام ينقل لنا الجرائم لكنه غير قادر على اتخاذ أي فعل حقيقي هو عاجز تماما إدارة أوباما استطاعت أن تكبل الغرب كاملة وفتحت الطريق على مصر عيها سواء لموسكو أو طهران وكل تلك الفصائل الشعية التي عبرت إلى داخل سوريا وهي أرهاب عبر الحدود وبالتالي الغرب لا يستطيع إلا عبارات الشجب عبارات التنديد والدعوة إلى اجتماعات غير مجدية كالدعوة التي يدعو إليها الآن الوزير الخارجية الفرنسي إيرول لا أعتقد أن هناك إمكانية هناك واقع حقيقي يقول أن موسكو وطهران تحاول الاستفادة من فترة الانتقالية أو العطال السياسية رئيس ميزيل ترامب لكي تصنع واقع عسكري توظفه سياسيا أمام الإدارة الجديدة وهي تدمير مدينة حلب السيطرة على كل المناطق في سوريا ولو تكفل ذلك أو تطلب ذلك قتل 350 ألف مواطن أعتقد أن المجرم بوتين وقاسم سليماني لن يتورعوا عن القيام بهذا العمل لكن أيضا هذا الحديث هل يرتبط بأيضا المنظمات الحقوقية التي تقول بأن ما يحدث في حلب وأن ما يقوم به بشار الأسد ونظامه من قصف على المدنيين وأيضا الشهداء الذين ذكرت الذين لا زالوا يتواجدون تحت الأنقاب هم يعلقون بعبارات هذه الأعمال ترتقي لجرائم حرب كيف تقرؤون هذه المقولة وباختصار يعني المنظمات الدولية دائما تحاول توصيف الواقع تحاول نشر الحقيقة لكن تبقى عاجزة عن اتخاذ أي إجراء تنفيذي الإجراء التنفيذي يصدر على المجلس الأمن مجلس الأمن المعطل بالفيتو الروسي وبالتالي نحن أمام كشف للحقائق نشر للجرائم توصيف كامل قوة المنظمات الدولية لكن الفيتو الروسي يوجد كل تلك الأعمال ويبقى المجرم طليقا ويبقى الشعب السوري من تنزل دماؤه ويدفع فواتير كل تلك الجرائم المرتكبة المحلل السياسي العميد أحمد رحال شكرا جزيلا لك